الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق لوعد الأمين ما من تعريف جامع مانع قاطع رائع للإنسان كتعريف سيد التابعين الحسن البصري قال الإنسان بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منك ما هو اليوم أو ما هو الزمن هو البعد الرابع للأشياء هي الطاولة لها وزن ولها حجم ولها طول ولها عرض ولها ارتفاع واضحة هذا الجماد النبات يزيد عليه بالنمو بقية المخلوقات المتحركة تزيد عليهما بالحركة والإنسان له من الجماد وزن حجم طول عرض ارتفاع من النبات النمو من بقية المخلوقات المتحركة الحركة بماذا فضل الإنسان بالعقل قوة إدراكية أو دعها الله في الإنسان هذه القوة الإدراكية يمكن أن يصل بها إلى المستقبل قبل أن يصل إليها آمن بالآخرة بالقرآن الكريم آمن بالجنة والنار آمن بالحساب والعقاب هذا القرآن الكريم وحي الله كلام الله عز وجل فيه خبر من قبلكم ومن بعدكم هذا الإنسان إذا عرف الله استقام على أمره يعني المحرمات 3% فقط لك أن تأكل ولك أن تشرب ولك أن تتزوج ولك أن تسافر أما الخمر مثلا محرم الزنا محرم أشياء محدودة جدا فلا بد من أن نعرف الله في الوقت المناسب فلذلك الإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء وإن فاتته معرفة الله فاته كل شيء ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ما ادعى أنه الوحيد الحقيقة أن هذه السورة جامعة مانعة قاطعة الله عز وجل أقسم لهذا الإنسان بالزمن لأنه زمن بضعة أيام الحسن البصري كل من قضى يوم إن قضى بضع منه والعصر جواب القسم مخيف إن الإنسان لفي خسر لماذا يا رب لأن مضي الزمن وحده يستهلك الإنسان الإنسان كائن متحرك له جسم وعقل وروح إلا أنه الوجود موقعت الحقيقة في موت والموت ينهي كل شيء ينهي قوة القوي وضعف الضعيف وسامة الوسيم دمامة الدميم غنى الغني فقر الفقير فالإنسان إذا آمن باليوم الآخر والذي يلفت النظر أن أكثر الآيات التي ورد بها الإيمان بالله معه واليوم الآخر المصير فإذا الإنسان عرف من هو هو المخلوق الأول والمكرم والمفضل والمكلف لذلك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال في عالم الأزل فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فلما قبل حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول رتبة والمفضل تكرما والمحاسب والمعاقب فالعصر إن الإنسان لفيه خسر إله يقسم والقسم والعصر جواب القسم إن الإنسان لفيه خسر يعني مضي الزمن وحده يستهلك الإنسان لأنه وقت إلا رحمة الله بعد إلا إلا الذين آمنوا قال عنها الشافعي أسس النجاة إلا الذين آمنوا آمنوا بالله واحدا وكاملا وموجودا آمنوا بأسمائه الحسن صفات العلا وعملوا الصالحة احتذى الإيمان نتج عنه سلوك حركة وعمل صالحا وعلت الإنسان وجود العمل الصالح ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت إذن العمل الصالح بعد الإيمان بالله واليوم الآخر علت وجودنا بل إن حجم الإنسان عند الله بحجم عملية صالحة ولكل درجاته مما عمله يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلى من أتى الله بقلب سليم فالموضوع العمل الصالح هو علت وجودنا بعد الإيمان بالله وحجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح وهذا العمل الصالح هو نور له يوم القيامة إذلك إذا أردنا الدنيا فعلنا بالعلم إن هذا الجماد ما في عقل إنسان عنده عقل العقل قوة إضاءة كبيرة جدا فإذا عرف الله عرف كل شيء وإن فاتته معرفة الله فاته كل شيء وأرجو الله عز وجل أن يكون الإخوة الإخوة المستمعين والمشاهدين على علمه بهذه الحقيقة الخطيرة الإنسان بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منه هذا الإنسان فالعمل الصالح زاده في الآخرة والغنى والفقر بعد العرض على الله والعمل الصالح بعد الإيمان بالله واليوم الآخر هو الهدف الوحيد من حياتنا الحقيقة فيه كثير أحاديث بهذه أنه إيام يكون فيه وقت مريح صباحا ومساء هذا الفرض يعني قد يكون فيه معه راحة فإذا الإنسان كان متنبه لدينه متنبه لهدفه الإله يقدم هذه الصلاة على غيرها أركان النجاة أولا الإيمان والحركة والعلاقة الإيمان آمن بالله ربا وخالقا وإلها عظيما وصاحب الأسماء الحسنى والصفات العلا الحركة بني أكل الحاجة للطعام تعمله حركة والحركة طبعا إلى مآل يحتاج إلى عمل إلى مال السمرة أقم الصلاة لذكري هذه السمرة يعني إنك إن استقمت على أمر الله استطعت أن تقبل على الله لذكري لكن إن ذكرت الله الله يذكرك كيف يذكرك يذكرك أقم الصلاة لذكري بالسكينة السكينة حال ينالها المصلي من الله يسعد بها ولو فقد كل شيء ويشقى بفقدها ولو ملك كل شيء أي السكينة والحفظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والتوفيق وما توفيق إلا بالله فالإنسان مخلوق أول مفضل مكرم مكلف فإذا طبقت تكليفه سعد في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر انستجرام فيسبوك يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى تواصل معنا نهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر انستجرام فيسبوك